بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا مبيهنة محمد رسول الله النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن كرباتير العربية النسان صنع كرباتير العربية النسان صنع الكرباتيرات الجميلة جدا والعربية العربية ممتازة وموفرة بنزين إن شاء الله نغطل نشوفها مع بعض العيوب اللي بتخسر وإزاي نحلها جزء جزء كده مع بعض إن شاء الله بالتفصيل عشان نقدر نشوفها ونقدر نفهمها واي حد ان شاء الله عنده عربية نيسان عنده مشكلة من المشاكل دي يقدر يتفادها ويحلها استنونا تابعون وبعد ما حللنا الوش مرة بعد كده نشوف ده حوض البنزين بتاع الكربيراتير هنا بيبقى البك الاولين بتاع السرعات بغية المية وده بك السرعة بتاع السرعات العالية ده سهل جدا ان هو يتحل زي ما حدراتكم شايفين كده نسمي الله ونعمل كده يتحل لكن البك ده عشان يتحل لازم نفك الاول الجزئية دي عشان الفك بيخش من هنا لان ما بيتحلش كده حبيت تخط الفك كده هتبوز البك نخلينا جزء جزء مع بعض النقطة التانية الرشاش بنشيل اول حاجة السوستة بتاعته فيه تحت السوستة هنا زي حاجة اسماء افر هيت وبعد كده بنلاقي كمان مصفة عشان الاتريبة او اي رواصم بتخش وبليا الجزئيتين دول من هنا دول بيبقوا هنا عشان مرضو لما تتأكد تاني تنجحهم عشان لو ما قيلت الكابيتين ممكن تبقى مش عارف هم فين ولا دول كانوا فين دول بيبقوا هنا زي ما حدراتكم شايفين هم كده ان هم الجزئيتين دول ديت ودايت طبعا خروجهم زي ما انتم شايفين هوا اهم ودي المصفة ودي البليا بتاعتي فيه بقية الرشاش او المسؤول عنه الجزء ده اللي بيقدر يرش هنا ده التقل بتاعه وبعد كده بنلاقي سوستة زي ما حدراتكم شايفين وبعد كده فيه بيليا كمان تحت اهيه طبعا زي ما انتم شايفين برضو ركزوا معي المعاس ده المعاس ده البليا ديت بتحط في المكان ده والبيليا الكبيرة بتحط هنا لو البليا دي جات هنا هتخلي الرشاش ما يشتغلش ويبقى صعب اخرجة فياريت اللي يحاول يفوك الكبيراتير يركش شوية دي فيه ودي فيه بالنسبة للعوامة والابرة هو من فضل رب علي ان شاء الله عندنا ما فيش مشكلة خالص اكسسوار الكبيراتير ده او قطع غير الكبيراتير ده هتقول ايه لها شوية لكن ان شاء الله عندنا متوفر عندنا كل حاجة محدش الى دي الابرة الوريجنال بتاعته من ضمن عيوب الابرة ديت ان هي لو ما تقيتش بتقفل كويس على البنزيم اللي جاي اللي جاي دي الكبيراتير من الترمبا فمستوى البنزيم بيزيد هنا جوه الحوند لما يزيد مستوى البنزيم يخلي العربية تستهلك بنزيم ويخليها ما ترداش تزبط في السلونسي لازم تخلي العربية عالي عشان تفضل ده وطبعا بتلاقي المجاهات هببت معاك وفي استلاك بنزيم كتير لو الرشاش ده مش شغال بتلاقي ان العربية ما بين الغيار والغيار مع كل دوسة بنزيم تلاقي في كتنة والعربية تغيب في الدوارة هنا الاكس ده اللي اسمه الاكس الاكس لو فيه تنفيذ هتلاقي فيه هنا ترشيح بنزيم زي ما حرككم شايف إيه الجزء دوت السواد ده ترشيح بنزيم هنا وهنا ويبقى فيه تآكل كمان في الباب التآكل في الباب ده ممكن يوصل للمرحلة ان هي العربية تعلق معايا يبدل الاكسيراتير عالي شوية مش عاوز يطوط او برضو من ضمن عيوب نخلي فيه استهلاك بنزيم برضو الباب التاني هنا نفس الحكاية لو فيه برضو ترشيح او بيبقى فاتح شوية من مرداش يرفل برضو بيعمل نفس العيوب داية القاعدة بتتحل ازاي قاعدة الكرباتير عشان نشوف عيوب الاكس والباب بطريقة أوضح مع بعض ان شاء الله تماما من فك الثلاث مصامير دولي وبيبقى فيه هنا كمان تيلة بمنطرها وهنا فيه سوستة اللي بتنسك الباب التاني زي ما حضراتكم شايفين كده بنشيلها ونسمي الله طبعا هو عشان بيبقى كي يبقى تيرقافش ساعات بيبقى الجوان نفسه لازق فيه زي ما احنا شايفين كده حضراتكم دي القاعدة لو بصوا حضراتكم كمان هنا التآكل هنا عامل ازاي زي ما حضراتكم شايفين هنا لو حبيتوا تشوفوا بصورة اوضح طبعا احنا كده شايلين مصميرت عليها والباب كده مقفول للاخر بس بصوا حضراتكم شايفينوا النور حوالين الباب شايفينوا النور عامل ازاي النور دوت يدل ان فيه تآكل كده في الباب عشان كده محتاج خراطة للكربريتية اتمنى كن كانت الصورة واضحة انتم شايفينها طبعا هو كده فاتح وكده قافل مفروض يبقى هو قافل كده مفيش اي تسريب للاضاءة طبعا مش للاضاءة هو تسريب للهوى مع مع البنزين زي ما حضراتكم شايفين هنا الصورة انا منور طبعا من وراء الباب عشان تشوفوه الباب التاني برضو ساعات بيبقى عامل بيبقى فيه برضو نفس العيب دوت الباب التاني برضو بيقى فيه برضو وبعض النوايات نفس العيب ده زي ما حضراتكم شايفين كبه الباب التاني دوت احنا برضو بيتعالج برضو عشان من انتفادة المشكلة اللي فيه ديت وده مصمر الخلط دي العيوب اللي بتبقى موجودة في الكربيراتير وان شاء الله العيوب دي كلها عندنا بتتزلل وبتتعامل بحيث ان الكربيراتير يدي الكفاءة والشغل المطلوب منه تعيي كده احنا شفنا مجموعة العيوب اللي في الكربيراتير دوت هنتكلم بقى مع بعض دلوقتي ازاي نقدر او نفهم مع بعض ايه المقاسات المزبوطة للكربيراتير دوت هنا فيه كمان بيك السلامسي الداخلي احنا ما حلناهوش او نحله مع بعض دلوقتي بسم الله ازاي ما حضراتكم شايفين كده البيك دوت دايما اليابان بتستخدم ارقام يعني يعني البيك ده المقاس الوريجنال بتاعه 41 طبعا مش هنلاقي بيك 41 خالص بيبقى 41 او 42 مفيش اصل مقاسات دي هنا ايه ما موجود 40 بقين يقيم ما 45 الا ازاي كن فيه طعم الاصلاح نفسه وبرده بتشتغل برضه بتدي برضه شغل وكفاءة كويسة البيك بتاعها الوريجنال بيبقى 96 بتاعها السرعة الاولى اهم الشيء بقى حضراتكم بقى نتكلم على العيوب في بعض الناس بتركب البلية دي هنا البلية دي لو رجبت هنا البلية كبيرة برصوا حضراتكم الفرق من الناسين البلية كبيرة ساعات بتركب هنا لو رجبت هنا حضراتكم بتقفش جوه وبتخلي العربية الرحشاش بتاعها بيشتغلش البلية دي بتركب هنا ما بتركبش هنا والبلية الزغيرة بتركب هنا في المكان ده دي نقاط ونتأكد ان البلية نفسه ما يكونش مجنزر ولا مصدي يعني البلية يكون جديد دية المصفى دي لازم برضو نتأكد انه هي نظيفة الكباس نتأكد انه هو المقاس بتاعه مظبوط ما يبقاش هو هو فتطلع في الحركة بتاعته كده لحس ان هو خفيف لازم نحس ان هو يقفل معاي عشان يديل البخة كلها دوخة بتاعته كلها تطلع بنزيم و ت pouch لي للمطور جوا فاااااااا ايه يا عيوب الكرباتير اهتم ازاي بقا بالعربية اول هام ان انا اهتم فيلتر بنزيم بتاعها ما نساوس كتير اغيرو كل فترة على حسب طبعا نوع البنزيم اللي انا بستخدمه اذا كان ااااااا اتنين وتسعين او تمانين طبعا ما احاول ما انا ما عادوش كتير عشان ميبقاش فيه رواسط اهتم كمان بفرقة للعمة اغيره برضو كل فترة عشان ميدخليش رواسط للكالباتير او المطور الحاجة المهمة ان انا لما اروح لحد اكون عارف او واثق ان الصناعية دوت هيقدم ان شاء الله يعمل للعيوب اللي عندي ولازم برضو بحضرتك يبقى عندك خلفية ايه المأسات اللي بتركب عندك ايه العيوب عشان لما الصناعي يتكلم عك تبقى فاهم حتى لو هو كان مش مدرك قوي انت تبتدي توضح له المجرى ديت دي برضو من ضمن اللي بينسوها كتير من الناس المجرى دي دي مجرة هوا بتاع بيك السرنسية لازم تتأكد ان هي شغالك واسماش فيه رواسط مقفولة والمضغط هوا هنا يطلع للهوا هنا بكمية المزبوط او بحس ان هو مكتوم او فيه كتمع برضو بالاسبرية او ما شابه برضو اينضف ويديك الاداء المزبوط بتاعه اتمنى ان يكونوا استفدتوا معايا من انا شرحت لكم ايه العيوب اللي بتبقى موجودة في الكاربيراتير وقلتلكم برضو البكات المزبوطة بتاعتها المعساة المزبوطة واتمنى ان يبقى فيه استفادة ليكم وان شاء الله في لقاء ثاني فيديوهات ثانية سابعونا